المدير بتاعنا مش ناوي يجيبها البر. النهاردة بعد ما خلصنا شغل وقلنا هنروح بدري جاء على اخر دقيقة وجايب لنا شغل تاني. عاوزنا نجمع له كل الخلايا دي ونخليهم في خلية واحدة. مش عارف ليه اصلا دي حاجة عمرنا ما عملناها في شغلنا. بس اهو تعجيزه خلاص عشان ما نروحش بدري. بس عالمين هنعرف اكتر من طريقة نعملهم بيها في ثواني. اصل طريقة نحدد بيها الخلايا دي ونعمل عشان ناخد او ناخد نسخة منهم. وبعدين نفتح ونروح على الخلية اللي عايزين نجمع فيها البيانات هندوس عشان نقف جواها. وبعدين ندوس على هتنزل لنا هنا البيانات زي ما احنا شايفين كل البيانات من الخلايا دي هتنزل في خلية واحدة. في كمان طريقة تانية هنعمل عشان نرجع تاني. ممكن نعملهم هنا نقف على الخلايا الفضة دي وندوس يساوي. نقف على اول خلية وبعدين نكتب مسافة وبعدين تاني. ودلوقتي هنحدد الحاجات اللي احنا كتبناها بعد رقم الخلية اللي هي وبعدين التنين تاني. ونعمل لها عشان ما نرجع عشان نكتبها تاني. هنقف على الخلية اللي بعدها عشان نلزأ الحاجات اللي احنا نسخناها دي. وبعد كده هنقف على الخلية اللي بعدها اللي بعدها وهكزا لغاية لما نخلص. هندوس هنا على الخلية وبكده عندنا البيانات بقت كلها في خلية واحدة. في طريقة تالتة كمان باستخدام ده اللي هندوس يساوي. ندوس على بعدين هنا بيقول لي واحد اللي هو اول خلية هوقف عليها. افصل بين كل خلية والتانية زي ما بيطلب مني هنا طالب مني في النسخة بتاعتي ان انا ادوس على الفصل المنقوطة. انت ممكن يطلب منك فصلة حسب ما بيطلب منك هتكتب. ممكن تروح بعد كده على اللي بعده. فصل منقوطة اللي بعده وهكزا. لكن هتيجي من غير مسافات. لو دوست على هتلاقيه جمعهم لي بس هنا بدون مسافات بينهم. عايز تكتب المسافات يبقى نرجع تاني. بعد الفصل المنقوطة. هنكتب مسافة بعدين فصلة منقوطة تاني. وهناخد من دول زي ما قلنا. عشان ايه? ننجز بسرعة. نروح على الخلية اللي بعدها. وبعد كده اللي بعدها. اعلم على الخلية اللي بعدها واللي بعدها وهكزا. وفي الاخر تدوس هيتجمع لك كل البيانات اللي انت عملتها في خلية واحدة. لو قالك والله احنا مش عايزين البيانات تبقى بشكل افق كده عايزينها بشكل رأسي فوق بعض. عادي هتوقف على الخلية. وبعدين هتروح على وتختار وتدوس اوكي. هجمع لك البيانات فوق بعض. لو صغرت الخلية هيفضل يطول لك في البيانات دوس هنا. هيجيب لك البيانات كلها تحت بعض. وبس كده خلصنا الشغل في ثواني وهنروح بدلي برضو. لو عايز تشوف محتوى اكتر من ده تابعني على كل منصات السوشال ميديا مو تيك عربي.